احتضنت القاعة المتعددة الرياضات ببلدية روينة مباراة فاصلة في بطولة القسم الوطني ثاني لكرة القدم داخل القاعة جمعت بين الرائدين مستقبل عين الدفلة وأولمبيك تغنيف قاعة الصعودي القسمة الأول بين الرائدين مستقبل عين الدفلة وفارق أولمبيك تغنيف وحتى التنظيم جيد جدا نتمنى من السلطات الماحلية وخاصة المدير الشباب والرياضات يرافق فريق عين الدفلة يحتاج الدعم يحتاج عدة أمور إن شاء الله تكون مرافقة جدية من طرفهم لأنه فريق يستهل كل خير فريق منظم فريق محترف في العامل لتاعه المقابلة انتهت بفوز فريق مستقبل عين الدفلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هداف على ضيفه أولمبيك تغنيف ليحقق بذلك المستقبل الصعود للقسم الوطني الأول كل من سندنا والذي عاوننا من بداية انطلاقة تحضيرات ننافس كل تقدم داخل القاعد نشكر فريق تقنيتنا اللي يسهر معنا وتعب بزافت على كثيرا اللي بحققنا هذه الأمنيات كانت مباراة جد صعبة مع الفريق مستقبل في غنيف ولكن حققنا الفوز ونشط سلطات التفاتة لهذا النوع من الرياضة الذي يعتبر هو بمثابة خزان للمواهب الرياضية وتحقيق صعود أول فريق في ولاية عين الدفلة لحقق صعود القسم الوطني الأول إن شاء الله في أول موسم له وهذا ما كانش بالساك كان بيتجاه وتضافر جهود كل من إدارة هذا وكان الفيز الأول في هذه المقابلة الروح الرياضية العالية بين لاعبي الفريق عينة الجمهور الحاضر استمتع بعروض كروية جميلة وتفاعل مع أداء اللعبين البطولي لتحقيق الصعود إلى القسم الوطني الأول